التوتر يخيم على جزيرة كاليدونيا الجديدة مع سقوط قتيل آخر في بلدة دومبيا برصاص ضابط شرطة حسب ما أفاده المدعي العام في الأرخبيل المضطرب وبمقتل محتج من السكان الأصليين في المستعمرة الفرنسية القديمة يرتفع عدد القتلى إلى سبعة منذ اندلاع المظاهرات الرافضة للتعديل الدستوري الجديد لم تفلح محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طار إلى كاليدونيا الجديدة لاحتواء الأزمة في كبح جماح الاحتجاجات الغاضبة بالمستعمرة الفرنسية القديمة بل زادت حدتها لا أفكر في زيارة ماكرون أنا على قناعة بأن الحال ليس سياسيا على الإطلاق بل إن الحال لدى سكان الأصليين لدينا جميعا نفس القيم يمكنك أن تسأل الناس عن القيم التي يحملونها سوف يجيبون تلقائيا نفس الإجابة التضامن والمساعدة المتبادلة والعمل لذا فإن المواطنين هم الذين يجب يتحدوا فيما بينهم ويتحدث بعضهم مع بعض سقوط سابع قتيل جاء بعد ساعات من زيارة خاطفة لمكرون إلى كاليدونيا الجديدة حاملا معه حلولا لإخضاع الجزيرة حيث أوقف تمرير التعديل الدستوري الجديد مؤقتا والذي أثار موجة احتجاجات لم تشهد الجزيرة مثلها منذ عقود لقد تعهدت بعدم تنفيذ هذا الإصلاح بالقوة في الوقت الحالي حتى عودة الهدوء واستئناف الحوار مع رؤية نحو حل عام يجب أن يتبع ذلك الخطوات التالية أولا كجزء من هذا الالتزام أطلب من جميع القادة أن يدعو صراحة إلى رفع المتاريس ثانيا بمجرد رفع الحواجز سترفع حالة الطوارئ ثالثا يجب أن نستأنف الحوار السياسي على الفور زيارة كان لها أهدافها ودلالاتها في طمأنة الكناك ومحاولة امتصاص غضبهم ولو تطلب الأمر تراجع باريس عن إصلاح نظام الانتخابات الذي كان الفاتيل الذي أشعل اضطرابا قد تكون له تداعيات على مستقبل الجزيرة